بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا طلابنا الأبطال اليوم إحنا في يونت 3 ركز ويايا وراح أقرأ وياك وأقريك على كل صغيرة وشبيرة وهذا اليوم أول تمرين باليونت الثالث وهذا التمرين مهم جدا وكل جاي وزاري تقريبا كل يمكن نقطة واحدة ما جاي وزاري وهذه سنة توقع تجي طيب التمرين هذا عندك كلمات فوق تنزلهم جوه كلمات فوق ننزلهم جوه ومرات يجي اختيارات أستاذ شون يعني طيب يعني مثلا هنا كلمة فلاي يطير هي موطيك فلاي يطير بدأ الفلاي يجيب لك بايت اللي هي معناها يعظم وراح أعلمك شلون تختار كل نقطة ركز ويايا أول شغلة عندك ذلك الكلمات فوق لازم تحفظ ليها المثل اسمك أستاذ شلون أحفظهم من خلال الكتابة بايت يلدغ بايت يلدغ أو يعظ بايت يعظ أو يلدغ بايت يعظ أو يلدغ بايت يعظ أو يلدغ ظل حيت بيها وأكتبها أعلم يكبر أو ينمو ومرات تجي بمعنى يزرع مرات تجي بمعنى يزرع خلنا نضيفها على مود ما نخطأ بها طيب إذن يكبر ينمو يزرع يعني هذا هو يجمعناها يعني طبعا ليش طادكم يا هنة ثلاثة على مود تجيك بغير مكان تتذكرها حتى ما تخربط تقولها شنو يكبر لا على مود يصير واضحة إذن يكبر أو ينمو أو يزرع نحن تجي يعني شون مثل يكبر هي للتجارة ما تكبر تنمو تنزرع هونت يصطاد هونت يصطاد يعني صيد طيب ايضا بمعنى يعطي أو تجي بمعنى ينتج يعطي ينتج يصنع هيش يكون من هاي الشوال يعطي أو يصنع تجي بمعنى أو ينتج يعني نفس الشي هيش معانيه استاذري تحفظها شقراني تقول ينتج أو يعطي طيب نعيد بايت عض فلاي يطير غرو ينمو أو يزرع هونت يصطاد بريديوس يعطي أو ينتج أو يصنع حلو نتجي جملة الأولى جملة الأولى قل لك كلمة فلاي يطير استاذ آني شونا نعرفها بالامتحان هيشي من نشوف كلمة بيرد طائر البيرد شبيه فلاي يطير من نشوف كلمة بيرد طائر تحطو إيها فلاي يطير مفتاح الحل هو بيرد ثانيا قيل لك البومة من مطيق البومة البوم هيش السوي للحيوانات الصيد هونت تقدر تحطو إيها كلمة نايت نايت كلمة نايت بمعنى ليل نايت حطو إيها هاي الكلمة معنى بعد ببطأ أكثر إذن هي البومة هونت الصيد وبالليل هونت مفتاح الحل هو بومة وليلة هذا حتى عخل الكهب لون أخضر ليلة دائما اللون الأخضر أنا حاطة لفتاح الحل طيب نجي ثالثة وحدة قل لي كلمة سنيك من أشوف كلمة سنيك ثعبان راح أقول لأ بايت يعظ بدون ما أفكر مفتاح الحل واضح الحيطير الحيطير الحييف لا طيب أربعة منشفت كلمة كاوز كاوز معناها أبقار أقول لأيابا produce milk ملك حليب بينك كلها نعرفها طيب إذن الأبقار تنتج للحليب تنطيني الحليب milk produce إذن produce أستاذ أريد أحفظها أقرأ أبقار وياها produce إذن الأبقار produce milk إذن كاوز milk كاوز milk الكاوز produce البقرة تطير البقرة تعاض لا البقرة تصيد لا خمسة قال لي elephants طبعا elephants الفيل الفيل شبي grow شنو يعني يعني يكبر يعني ينمو ينمو بسرعة very big لشو الفيل شو أنصار تبيع به لأنه يمشي بسرعة لأنه يكبر بسرعة فهو very big إذن grow very big كلمة big كبير أخذناها أصلا نحن طيب grow كبير وbig يعني grow يكبر وvery big هوية طيب elephants يعني في إذن مفتاح الحالة هو elephants بنشوف كلمة elephants أخذوا إياه grow يعني كبير الآن ننتقل إلى الصفة والمقارنة موضوع الصفة والمقارنة طيب هذا السؤال مهم وأيضا جاي وزاري روح أعلمكم شلون يجي بالامتحان بالنسبة للمقارنة والتفضيل المقارنة يعني فيها شيء أكبر التفضيل يعني فيها شيء تفضله على هذا الموضوع التفضله يعني أفضل طيب خليكم وياي طيب أنا عندي كلمة short يعني قصير هاي صفة عادية ما بها كل إشكال من أريد أسويها بالمقارنة أحط لها er صارت shorter shorter أقصر هي قصير صارت أقصر شوف كلمة أقصر shorter than استاذ ليش حطت than لأن الذان دائما تجوي المقارنة من نشوف كلمة than تختار لها shorter هاي كلمة than هنحط لكيها بلون أخضر يعني لأن هي مفتاح حل أصلا وإنما تشوف than معناها تحط مقارنة هاي إذا جدتك اختيارات يعني طيب بالتفضيل نقول shortest shortest حطينا est استاذ نحط نحن نعود est نعم لأنه بالتفضيل دائما تحط est طيب وهذه تجو ويا منوية تفضيل إذن نعيد نعيد مرة ثانية إذن أنا بالمقارنة أحط er أحط er بالمقارنة وبالتفضيل أحط est حلو بالتفضيل أحط est بالمقارنة دائما تجي كلمة than وبالتفضيل تجي كلمة than إذن the تجوية تفضيل أو بالest والذان تجي بالمقارنة زيان إذا كانت الكلمة منتحية بحرف e هي أصلا فأنا خمائج أنه بحط لها er لا راح أقول لنا nicer فقط حطيت r فقط حطيت r كلمة nicer nice قلت فقط nicer إذن هنا فقط ضفة r لأن أنا أصلا عندي e إذن من عندي e st فقط st نفس الحالة بالتفضيل دائما عندي the هاي ملاسقة ودائما تجي كوية تفضيل وبالمقارنة دائما عندي كلمة than هي دائما تجي إذا تشوف كلمة nice لطيف nicer يعني ألطف nicer the nicest عفوا الألطف nicest يعني ألطف شي ألطف واحد يعني أكثر شي واحد لطيف زين إذا كانت الكلمة منتهية بحرف إذا كانت الكلمة منتهية بحرف صحيح وقبل حرف علة مثل كلمة big أكرر الحرف الأخير وضيف er مثل عندي كلمة big bigger than big صارت bigger than إذن أنا شويت هنا ضفت g كررت ها مرة ثانية طيب استاذ ليش كررناها لأن عندك حرف علة هذا هنا حرف علة شوف خلي حرف منه حرف A وعندك حرف A عندك حرف E عندك حرف I عندك حرف O وعندك حرف U هذن هم حروف العلة ها من تشوف ذول من هذن ههي حروف العلة عدت خاف تقول أنا ما عرف هم هذن لو كتبت لديهم يعني بس أريدك تقرأ بس أريدك تقرأ خمس حروف A E I O U هذن شبه هذن 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 حروف العلة من نشوف وحده من هذن بحروف العلة قبل الأخير شوف هنا I Big هذا حرف I راح أقول هذه أكررها أقول Big كررنا G مرة ثانية وضف ER وهنا كررنا G مرة ثانية وضف EST طيب حلو ودائما لا ننسى بالمقارنة عندي ذن وبالتفضيل عندي ذن حلو نجي الملاحظة اللي بعدها الملاحظة اللي بعدها تقول إذا كانت الكلمة منتهية بحرف Y أقلب Y إلى I ER أضيف من عندك هذا اللي بالأصفر هذا أنت راح أضيف I ER أنت اللي تضيف من عندك تحذف ال Y تشيله وتحط هذا ببدالة شوف أنا عندك كلمة Easy هذا الوالة اللي بالأخضر شلت هذا اللي بالأخضر حطيت كلمة EASY ER وهنا أيضا نفس الحالة حذفتها بدل ما حطيئة راح أقول EST راح أقول EASYEST 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 نفس الحالة بالمقارنة أحط ذان وبالتفضيل أحط دائما ذ حتى ما تنسي طيب إذا كانت الصفة طويلة مثل عندك كلمة Colorful Colorful ملون حلو من أريد أسويها بالمقارنة أقول More Colorful يعني أنت راح تحط ببدالها كلمة More حلو طيب وبالتفضيل أقول Most عيد مرة ثانية إذا كانت الصفة طويلة ست ست حروف Colorful نجح سبع واحد اين ثلاثة أربعة خمسة ست سبعة ثمانية ثمان حروف إذن هاي طويلة إذن أحط قبلها More يعني بعد ما عندي Er هنا فقط أحط More ليش لأنها طويلة More صارت عندي More Colorful وهنا عندي بالتفضيل دائما أحط Most فصارت The Most Colorful ولا ننسى بالمقارنة أحط ذان تختار الهذان وبالتفضيل أختار الذ أحط الذ دائما الذ تجوي بس ولا تنسى هذا النشواذ مثلا عندك كلمة Good شصير بالمقارنة صير بتر وشصير بالتفضيل صير بيست وعندك Bad صير Worse وصير وعندك كلمة Far صير Farther أو صير Farthest بالمقارنة بالتفضيل خلص هذا هو الموضوع انتهي هسا رح نجع على طريقة الانتحان هسا رح نجع على طريقة الانتحان شوف قل لك Long صير Long Long الفت شصير نقل له فتر زين استاذ ليش كررنا آخر حرف تتعالي على هاي القاعدة مو قلت لك من الحروف إذا أجنك هنا Big نكرر آه شوف نفس الحال عندك ثنر عندك هوت أيضا نكرر لأن منتهي بحرف صحيح قبل حرف علم كلمة ساد أيضا نس الحائلة نكرر كلمة جيد صار بتر ليش لأن القوت شاذة هاي كلها جاي وزان هاي الأسئلة كلها وزارية عندك كلمة comfortable لأن كلمة comfortable باوع لعليها كم حروف واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشرة إذا نخلي قبلها مور سويتها تفضيل زين استاذان شون عرفتها تفضيل ما هو مطيق وحدة قدام ما قال لك التول يعني نحط لها مقارنة فهنا راح نسوي مقارنة طيب عش هنا فاوع على هاي كلمة هفي منتهي يب واي اقلب الواي الى اي شوف حطينا اي ار ضفنا اي اي ار هاي انت اللي ضفتها من عندك طيب ليش ضفتها يعني هاي القاعدة تونخذناها هاي 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 هي القاعدة ايزي قلبنا شوف حطيناها اي اي ار هنا ايضا نفس الحال خلينا اي ار هذا هو موضوع المقارنة ننتقل الى موضوع الموافقة وعدم الموافقة هذا الموضوع موجود باليونت الثالث ما لعلاقة باليونت الثاني ابد هذا موجود هنا لا تخلط لبينات هذا واحد وذاك واحد هذا ما للرأي يحجي عن رأي ما لعلاقة بالاقتراح مدرشين وهذا وحد هنا عندك موضوعين هنا عندك الـ وعندك يعني عندك وعندك هنا اكتب لي يمك ملاحظة او تنتركز ويايا يقلك اذا كانت الجملة اذا كانت الجملة مثبتة يعني اذا انت لقيت الجملة مثبتة شيني يعني مثبتة يعني مونفي طيب فبهاي الحالة راح نستخدم so do I اذا so do I ويا ما نستخدمها so يا بس لابنك تستخدمها هوية المثبت شوني عارفة مثبتة يعني ما بها نوت ما بها شيء دل على النفي ما بها شيء دل على النفي طيب والنيثر do I تجوية النفي استاذا انا ما عارف النفي شين هو ولا يهم ما تعرف النفي شين هو هسا قل لك هانش اذا النفي النفي هو هو مثل الكلمات على سبيل المثال don't اي نفي طيب مثلا عندك كلمة never never يعني لا هذا النفي مثلا عندي يشكو شيء يدل على النفي اختار نايدر خلني جعل هذا التمرين يقول I love chocolate انا احب تشوكليت وين النفي بالموضوع ما عندي نفي اذا اختار so do I so do I اذا so do I مع المثبت يقول I don't like hero stories انا ما احب افلام الرعب مو نفي ايو والله نفي هاي قيل دونت اذا اقول نايدر ثالث وحدة قل I am not afraid انا ما اخاف not نعم الجملة الرابع يقول I am my mother is afraid of dogs اكون هنا بالموضوع لا ما اكو اذا اقول so ليش اختارت so لان الجملة مثبتة طيب رقم خمسة انا راح اضيفها من عندي رقم خمسة راح اقول I I like English ها ها مثبت لونه اش راح نختار لها يلا اقل لي اختار so ام so لو ام neither هاي ام so لو ام neither يلا اختار ليها انت اليوم راح نتكلم ايضا على موضوع F الشرطية طبعا F الشرطية هي اداة بمعنى اذا اش F الشرطية تعني طبعا معناها معناها هذه الاداة معناها اذا اذا بشكل مبسط يعني حتى عرف وهي اداة ربط اداة ربط وتعني وتعني اذا معناها اذا بالعربي من اقول يعني شنو معناها معناها اذا شو اقول بالعربي اذا طيب ولها حالتين ولها حالتين اللي حالتين طيب الحالة الاولى اللي هي حالة الفيرست F ه är الحالة الاولى طيب الحالة الاولى ركز يمي وهذا موضوع حلو بسيط وسهل وعلي درجة طيب الحالة الاولى يربط المضارع بالمستقبل يعني هذه جملة هذه جملة شوف هذا هذا اداة يفكر مثلك هاشين هاي افهي ستادي هارد هاي الجملة راح اقول افهي ستادي افهي ستادي افهي ستاديز افهي ستاديز هاي ضفة اسمال المضارع طيب استاذ ليش يضفت اسمال المضارع لان عندك ول يعني دائما دائما يعني خلينا نطيك هاي القاعدة على الموت ما تنساها اذا لقيت دو داز هاي داز شوفها دو از ار ام حتى دا لقيت ام اذا لقيت وحدة منها ذني راح تختار ام الول زين اذا احنا لقينا ام الول اذا احنا لقينا ام الول اختار وحدة منها ذني وانت جيني بالاختيارات الداز والدو والاز والار ولا اعيد مرة ثانية موضوع الف الحالي الاول Хاي الحالي الاولي يرقى سيناّ يمكننيio زيان هاي الحالي الاولى الحالي الاولى الحالي الاولى اذا لقيoeowo لص أو دو او 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 تختار بالجملة الثاني الملول احنا اذا لقينام الملول إذا احنا لقينام الملول فراح haقول داز او دو او او ايز وحده من هذيني talented تعال خلينا نحل هذا التمرين حتى لا أدوقكم لا أدوقكم، نجعل الجملة الأولى نجعل الجملة الأولى لا، أنا جت على هذه الجملة وجتني بالامتحان وجاب ليها هذا فراغ ماذا أعرف الحل؟ أجع بأو على الجملة الثانية، هناش عندي، عندي كلمة ول أنا لقيت ول، زين إحنا بالقاعدة، ما قلنا؟ إحنا مو قلنا، إذا لقينا ول، نحط مبارئ، حلو إذا أنا من أريد حلو ما أفعل، هذا ليس لدي فراغ هنا، إذا فراغ أو إختيها، سأقول لها رينس أخطيت اس من عندي، لماذا خلت اس؟ هذا الاسم لاسى الشخص الثالث، لأن هذا الفاعل مفرد، نحن ليس لديه مفرد، فأنا لازم أقول رينس لماذا قلت رينس؟ لأن عندي ول، الجملة الثانية إخوان، نفس الموضوع، بأوعنا على الجملة الثالثة، يقول إذا لا أفعله ومضارع، نعم مضارع، هاي عندي بس؟ إذن هنا أنا راح أخلني من عندي ول، أستاذ، يش خلينا أول، لأن عندك مضارع، إذا عندك مضارع، تحط ول، إذا عندك ول، تحط مضارع، نفس الحال، أجهنا، أجهنا، هنا شي، أباوع على الجملة، إخوان، هذا شنو هذا مضارع؟ طبعا لأن اليو فاع جمع، يعني ماضي في أسل شخص الثالث، هذا يعني راح أقول هنا I will، طيب أستاذ، إيش خليت ول؟ لأنه مضارع، بأوع على هذه الجملة، بأوع على الجملة رقم أربعة، جملة رقم أربعة، إن ليست إنسان هائيل مضارع، إذا راح أقول ول، ول، آهان، طبعا أشوف راح أشرح لك الموضوع اللي بعده، راح أفهم بعد أكثر، بأوع على الموضوع اللي هي، الحالة الثانية، حالة الف الثانية، شوف حالة الف الثانية، تربط لك بين الماضي، والود، شوف الحالة الأولى، تربط ما بين المضارع والول أما الحالة الثانية حالة السكند حالة الثانية هاي تربط ما بين الماضي والود حط ود نشوف ماضي حط ود باوعلي على رقم على رقم أربعة طيب أجي على رقم أربعة أنا عندي هنا وير دقيقة خليني سهل الكياه بعد أكثر شوف تعالي على رقم ثلاثة حتى شوية سهل الكياه باوعلي على هاي إذا عندك دد تختار الود إذا عندك ود تختار هذا شوف السؤال باوعلي على جونة رقم ثلاثة أقراها هاي اختيارات ما فتهمت هاي هنا شريش عندي عندي ود ويا من تجيني ويا الماضي هذا مفتاح الحل اش رأي أختار هنا راح أختار ددنت زين استاذ ليش اختارينا ددنت ليش اختارينا ددنت لأن عندك ود لأن عندك ود باوعلي على رقم اثنين قيل if you went وينت مو ذهبة مو بالماضي تجيني تمارين هاي ما المواضيع ما للتصريف الماضي لما نقلت لك مهمات حفظين هاي عندي وينت يعني ذهبة بالماضي طالما عندي ماضي فلازم اختارهم والود قيل هنا ودنت لو والنط لا قيل له ود طيب ليش اختارت ود لأن عندك وينت تدل على الماضي جملة ثلاثة قيلنا ليش اختارينا ددنت بالحل هنا ليش اختارينا ددنت لأنه مفتاح الحل قيل لو ود ودي دل على الماضي حلو رقم اربعة يقول if here represent would هان عندي ود وهاي الود هنا اذا لقينا الود اشقلنا قبل شوية من اختاري من نلقى ود هنا هنا لازم ندوع على الماضي عندي was aware هناش قيل لي قيل لي آيام الآيام مبارئ اذا رح اقول آي وير ليش اختارينا آي وير لأن الوير هنا على الماضي خمسة قيل لي if it قيل لي where لو are حتى لو قال لي is مثلا اخي نقول قال is طبعا الاس للمضارع طيب اجو ادور على مفتاح الحل هناش قيل لي قيل لي ود الود المن تستخدم تستخدم للماضي فانا راح ادور على الماضي يا هو الماضي الاس لو الوير لا الوير الجملة رقم 3 6 قيل لي ود انت احنا قلنا الود ويا مين الود ويا الماضي طالما رقيت الود اجر خط ها وين هي ها هي مفتاح الحل اخلي الكهب لون اخضر لان اللون الاخضر دائما انا احطه مفتاح الحل حلو ادور على الماضي ابلاجايز لا ابلاجايز عندي هاي مضارع وهاي ماضي اذا راح اقول لها ابلاجايز طيب ليش استاذ ليش اختارينا هذي ام ال ايدي لان ها للماضي شون عرفتها للماضي لان عندي ود عيد الموضوع مرة ثانية يلا يلا ويا يلا يا ابطال يلا اريدك تفتهم لي شوف لي الموضوع زين الموضوع هو يحكي لك على اف الشرطية وقال لك يا با اف الشرطية هي اداة ربط تربط لي بين جملتين تربط لي بين جملتين بمعنى اذا طيب يقول احنا اف هي ستدي هارد اي وال اف اي مثلا او او هي عادي اف هي ستدي هي والباس ذا اقزام يعني اذا هو اذا هو نجح بجد هو راح ينجح بالامتحان اذا درس هواية هو راح ينجح طيب هاي الحالة الاولى الحالة الاولى باوع خلينا اكتب لك قاعدتها لي فوق حتى تفتهم بعد اكثر شوف هاي القاعدة مالتها شوف بشكل مبسط اذا عندك 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 معناها عندك لازم تختار ول اذا عندك لازم تختار واحدة منها ذني طبعا تجيك واحدة من عندها نهبل امتحان تختارها هاي الحالة الاولى طيب اجهس على هي الجملة فالله هاي الجملة قيل لي اف هي غوي ال bord حني هاي يعني خل لان عندك اظ شوف شوف ماذ Bare بالامتحان هنا وع اجعله هذه جملة هنا لماذي كتبنا اول هاي حط لي بلون الأحمر الإجابة لأنه ندك دونت إذن مضارع أحط وياه ول مضارع أحط وياه ول الماضي أحط وياه ود باوعه هنا إذن إذا وحده من هذا النمال الماضي اختار وياه ود لذلك لو جت على النقطة السادسة أذكرك بيها ليش اختارينه بالأحمر لأنه يدل على الماضي شون عرفت يدل على الماضي من خلال الويد خلص هذا هو الموضوع طبعا دائما بالامتحان يجي اختيارات الآن راح ننتقل إلى الضمائر وتحويلاتها الضمائر وتحويلاتها يعني الضمير وشلون نحاوله طيب هذا الموضوع دائما يجي بالوزارة وأريدك تركز لي يعني باوع الآن عند الضمائر الفاعل الآي هذا ضمير فاعل بالضمير المفعول به يصير مي إذن الآي يعني أنا مي يعني لي يعني يعني آني شون نقول آني إليه طيب اليو يصير يو نفسه الهي يصير هم الشي يصير هير طيب وعندك هنا أيضا ضمار التملك وعندك أيضا صفات التملك ركز يمي زين وانتبه علي يا زين آي مي ماي ماينس استاذ هذا الجدول هو آي استاذ أنا شفتهم آي شغل حجاوب بالامتحان أنا دغت أنا ما قعد أفتهم استاذ شون هيت يعني ولا يهمك خليك وياي باوع اللي هنا يقول الآي صعيره ماي إذن هذا يا حقل إذن هذا يا حقل يا حقل هذا آي صعيره ماي إذن يعني هذا بهذا طيب إذن هذا بهذا أوكي بعدين شغل لي قيل لي الزير آي صعيره ماي الزي شو صير قلنا لي يا بصير ذي ليش غلين أذير هنا وين أدور على الزي هاي وين هي الزي لو أجيت لو أجيت شوف هنا على هذا الجدول تمشي طبعا هذا السؤال وزار رجال شوف شوف لي هنا يقول هنا باوع اللي زين يقول الآي صعيره ماين الآي صعيره ماين إذن إذا هذا الآي أنا صعيره صعيره ماين الحقل الأخير آي صعيره ماين حلو آي صعيره ماين إنه بش منطيني هو قيل لي لوي شو صير هاي لوي شو صير قلت له صير أورس صير أورس صير أورس شوفا قيل لي آي صعيره ماي إذن لوي شو صير صير أورس هاي طيب شوف لي النقطة رقم ثلاثة قيل لك الآي صعيره مي هاي الآي صعيره مي آي صعيره مي إذن داي تكلم عن الحقل الأول حلو داي تكلم لي عن الحقل الأول شون عرفت لأنه هو أصلا منطيني مثال محلول حلو بعدين شو منطيني هو بالله طيب قال لي لعد الذاي شو صير هاي الذاي قلت للذاي صير ذم إذن أنا أمشي على الحقل أنطاني هاي سوها هاي قل وبعدين أنطاني يعني دائما ينطيك واحدة محلولة دائما ينطيك واحدة محلولة وترى هذا السؤال هذا كله جاي وزاري هذا كله جاي وزاري ومهم فتركز لي علي وتحفظ لي حفظ مهم مضبوط مو كلوات بس طيب الآن نحن ننتقل على تمرين مهم هذا التمرين طبعا يجيك ماتشنج يعني قائمة أي قائمة بيو أنت لازم تربط بين أتو منها طبعا يجنك مخربطات أنت منت لدي حلو شي سو تنطيه طبعا البات الخفافيش شبيهة can be seen at night يعني تقدر تشوفها بالليل خفافيش شبيهة بالليل تنشاف طبعا إستا واحد رح يسألني يقل إستاذ أنا رح أقوم الخربط بين المواضيع لا تخاف لا لا أستاذ خربط لا والله ما تخربط ليش ما رح تخربط أنت بالنسبة لك من رح تروح للمتحان تحل حسب الموجود عندك يعني يعني لما أنت تجيك جملة أو بيها يصطاد أو بيها طير وتقول أن رح أخربط أنت بالامتحان ما رح يجيبوا الكائن كالنسوية يجيبوا لك وحدة من عده فأنت شن اللي موجود عندك بالسؤال رح تحل يعني ما رح يخربطونها عليك يجيبوا لك وحدة أنت كل تمرين تقرأ الضبطة إذا أجاك بالامتحان رح تحلها بدون رح تخربط أستاذ خاف خربط والله ما تخربط والله ما تخربط إذا أن الباتس الخفافيش كان بيسين أتنايت تقدر تشوفها بالليل وهذا تميني جاي من عنده وزاري ثانيا نيو جديد أصناف جديدة Discover يعني أصناف جديدة تم اكتشافه ستاذ هنأحفظ أحفظ مفتاح الحل نيو جديد Discover تم اكتشافه نيو جديد Discover اكتشاف نيو جديد Discover اكتشاف نيو جديد Discover اكتشاف رقم ثلاثة ثلاثة قال لي SNAKES سناكس ثعابين الثعابين دائمًا وين نلقاهها؟ نلقاهها عنده Déزيرتس بالصحراء ديزيرتس منشكل كلمة ديزيرتس يعني صحراء إذن ثعابين صحراء بس بس هذا هو الموضوع أنا أعرف السواحد يسألني قلل أستاذ إحنا مو قلنا قبل شوية الثعابين تقتل طيب أنت حسب السؤال إيش يجيك السؤال حل أنت أقرأ التمارين ومن يجيك السؤال راح تعرفه تحل طيب عندك وير أين يعني أين كن في فاوند يعني وين يمكن نجد الحيوانات طبعا أهم سؤال أهم شيء أريدكم تحفظوا لي أهم شيء تحفظوا لي أريدكم تحفظوا لي كلمة سنيكس ثعابين نلقاها بالصحراء وأريدك تعرفوا لي A new discovered A new تم اكتشافه وأريدك تحفظوا اللي الخفافيش تجي تطلع بالليل غير هاي ما أريد غير هاي ما أريد طيب عندنا تعارف كلش 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 مهمة وهذا تعارف كلها جايات وزاري كلها 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 جايات وزاري طيب أول جملة قال لك بيرتس طاير كيلس بيرتس يعني يقتل الطيور طير يقتل الطيور تب من نشوف كلمة كيلس بيرتس هالكلمتين ذنب مفتاح الحل يقتل الطيور من هو اللي يقتل الطيور اللي هو الطيور الجارحة أو الطيور المفترسة birds of prey من شوف هذه الكلمات معناها هذا طيور الجارح طيب عندك كلمة سيف آمن وقال لي عندنا نشوف كلمة سيف آمن يعني هو يريد عكسها أقول له dangerous وقال لي opposite opposite يعني عكس إذن كلمة سيف آمن عكسها dangerous خطير إذن كلمة سيف آمن تحطوها dangerous اللي هي بمعنى خطير الثالثة قال لي sit يجلس horse حصان يعني يجلس على الحصان اللي يجلس على الحصان هذا شنو معنى؟ معنىها ride يركب معنىها ride يركب إذن مني شوف كلمة sit يجلس وhorse حصان أقولها ride يركب طيب أربعة قال the fastest طبعا هاي صيغة تفضيل أخذناها قبل شوية صيغة تفضيل قال لي fastest يعني أسرع طير من هو أسرع الطير؟ اللي هو سقر فالكم سقر خمسة من أشوف كلمة rice اللي هي رز وكلمة حنطة حنطة إذن الرز والحنطة هنا شنو عبارة عن محاصيل croops إذن من أشوف rice wheat أقول له croops اللي هي بمعنى حبوب ستة من قال لي not children يعني عكس الأطفال يعني هو مو طفل عكس الأطفال شنوه؟ اللي هو الـ adult البالغ حتى لو مرات تجيني adults يعني بالغين عادي أو adult طيب people طبعا قيلة people يعني الناس فأدلتس بالغين أحسن نجمعها يعني يعني أصلا قيلة people ناس يعني جمع who are not children يعني ليس أطفالا not يعني لا children أطفال إذن أقول لأدلتس يعني بالغين الآن عدنا هذا التمرين مراجعة يلا يا أطفال الجملة الأولى ليش اختارين ذه؟ واحد بطل راح يقول لأستاذ لين عدنا fast صيغة تفضيل وتوقعنا ذكرنا إذا عندك صيغة تفضيل دائما أنا أختار الث طبعا الثان ويامن تجيني الثان من أشوف كلمة الثان الثان تجيني ويا المقارنة الثان تجيني ويا المقارنة الآن ننتقل إلى تمرين مهم جدا وهذا التمرين يجي بالوزاري وهو أصلا إحنا ما أخذينا بس مراجعة هنا كلمات لازم تربطها بين أي وبي راح يجينا قائمة أي وقائمة بي الكترونيك الكترونيك ويندوز يعني نوافذ الكترونية الكترونيك سيانة مقاعد الكترونية عندك سنروف هاي الفتحة الشمسية اللي هي الفتحة اللي يصيب في وقل السيارة أيضا مهمة وجايه وزاري لازم تحرف لي أنه سن تجوي الروف طيب أربعة الـ cd player يعني مشغل الـ cdات يعني البرنامج اللي يشغل أو الجهاز اللي يشغل الـ cd طيب يشغل الـ cdات يشغل الصوت وآخر خمسة video game player يعني ألعاب الفيديو وهذه أيضا مخضونة وdvd player أيضا اللي هي بمعنى مشغل الـ dvd هذا الموضوع موجود في الوحدة الثالثة وأيضا مهمة وجايه وزاري وإحنا أصلا ماخذينه بس أنا حبيت أعيده للتذكير وأيضا لأنه هو موجود بالوحدة الخامسة عفوا موجود بالوحدة الثالثة موجود بالوحدة الثالثة رح ننتقل هسا إلى المعاكسات وهاي معاكسات جدا جدا مهمة يعني إخوان ما أوصيكم بعد وأقعد أخفظهن عندك كلمة fast سريع slow بطيط أراد يقولون slowly عادي يعني slowly نفس الشي slowly يعني بطيط إذن fast سريع slowly بطيط fast سريع slowly بطيط بطيط fast سريع slowly بطيط أظل عيد في الجملة عشر وعشرين وثلاثة وأربعة إلى أن تنحفظ وتنطبق بطيط طيب awful فضيع fantastic fantastic رائع إذن awful fantastic awful fantastic awful fantastic beautiful جميل وهي أصلا إحنا ما أخذينها cheap رخيص وكسبين سبغالي happy سعيد sad حزين كوائ ذن كل معاكسات إحنا أصلا ما أخذين بس إنا موجودات بهاي الوحدة إلى ذلك أنا عبيت أشرحا لكم نجي على هذا التمرين وهذا التمرين أيضا مهم هذا التمرين أيضا مهم وهذا التمرين جاي وزاري هو عبارة عن رب يعني أيضا موجود بالوحدة الأولى من عنده موجود بالوحدة الثانية بس أنا جمعت الكمية وحطت الكمية بهذا اللي بنت هم تراجعونه وهم تحفظونه وهم أذكركم به طيب نجي الجملة الأولى طبعا لا تنسون اللي بالأخضر مفتاح حل اللي بالأحمر هو الجواب أول شيء أقرأ الكلمات اللي فوق أحفظهم بعدين أنتقل على الجواب وأعرف مفتاح الحل جملة الأولى look after معناها يعتني يعتني بي airbag يعني الحقيبة الهوائية طيب اللي هي موجودة هاي الحقيبة اللي موجودة بالسيارات طبعا أهلا عندك كلمة مشاغب مشاغب الجي أش ما تلفظ يعني ما تقول مالله حتى معرفة تلفظ naughty naughty يعني مشاغب naughty يعني معناها مشاغب طيب naughty look for يبحث عن شوف look after يعتني look for يبحث عن next to بجوار get lost يعني ضاع يعني ضاع الواحد يضيع طيب زين أج جملة الأولى قال لي cars have airbags تعوني ذكرنا منشوف كلمة car سيارة سيارة أقول لي يا به get airbag لأن هي airbag موجودة بسيار حلو الثانية مفتاح الحل هو sick people يعني مرضى يعني الناس مرضى من أشوف كلمة sick people مرضى أقول لي look after إذا تعفظ لي sick mother I have to look after my sick mother يعني أنا لازم أعتني بأم المريضة ومرات طبعا يجبون people يعني الناس المهم أنت منشوف كلمة sick مريض كلمة sick مريض sick مريض إذن راح تختار هذا الحل يلا يا أبطال طيب إذن ننتقل على اللي بعدها اللي بعدها قيل لك my brother أخوي is very naughty مشاغب مفتاح الحل هي problems كلمة problems معناها مشاكل من أشوف كلمة problems مشاكل اختاروا إياها nightly مشاغب لأن المشاغب هو دائما يسوي مشاكل آه وأنتو خمات سوين مشاكل أنتو بالبيت دير باركم يسوين مشاكل يلا يا أبطال طيب الجملة رقم أربعة الجملة رقم أربعة جملة رقم أربعة إليك park park معناها متنزه متنزه عندك كلمة house منزل بس أنا أشوف كلمة park متنزه إذن next to منشوف كلمة next to بجوار بجوار متنزه يعني هسأ أنا لو أجي المتنزه أقدر أطوي كلمة عقيفة جافة مثلا أقدر أقول لك after يعني يعتني بالمتنزه لأن المتنزه مريض خمسة منشوف كلمة gps اللي هي مال السيارة مال الخرائط أقول get lost إذن اللي عنده خريطة شبي can't get lost يعني منشوف كلمة خريطة gps اللي هي بمعنى الخرائط خرائط شراح أقول أقول get lost إذن اللي عنده خرائط ما يضيع count لا count معناها لا كلمة count معناها لا لنشوف خرائط ستة عندك shoes يعني حذاء shoes حذائي أجلكم الله يعني الجمع طبعا هي look for أنا أبحث عن الحذاء مالتي يعني يصير أقول أنا أحتنم بالحذاء مالتي يصير أقول حذياني يبحث عن عني لا أقول I أنا look for my shoes يصير أقول حذياني مشاغبات جاب على هذا الموضوع فأنت هيش أتحل هيش دائما أتحل طيب تمرين اللي بعد أيضا مهم وجاي وزاري كل جاي وزاري عندي كلمة صمغ صمغ gum gum صمغ gum صمغ عندك كلمة أصناف وهذه لفظها شوية مختلف species 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 أصناف أنواع أصناف أنواع species 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 طيب عندك كلمة regulate regulate يعني نظم يعني رتب ينظم الماء وإلى آخر هي regulate يعني ينظم طيب عندك كلمة صحراء هاي أصلا إحنا قبل شوية خذناها desserts وعندك off معناها من off أو of عندك كلمة flat يعني من بسط وعندك كلمة top يعني أقوى أعلى شي حلو نرجع ونذكر اللي بالأحمر الجواب واللي بالأخضر مفتاح الحل الجملة الأولى قيل نهر النيل نشوف كلمة نهر النيل راح أقول وياها regulate لو تريد تجي تقرأ جملة كاملة قال لك الخليفة خليفة مصر احتاج ابن الهيثم حتى ينظم تدفق المياه أنا ونشوف نهر النيل أقول يابا ينظم حلو ثانيا أنا عندي كلمة 40 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 من الأصناف 40 species 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 أصناف أصناف من الطيور إذن منشوف كلمة 40 40 أقول له species تلاعف نشوف كلمة سودان as a producer produce قبل شوية قلنا أخذناها ينتج أو يصنع قبل شوية أخذناها السودان سودان ما بيقرأ كلمة ينتج السودان ينتج ينتج الصمغ إذن الحل اللي بالأخضر مفتاح الحل اللي بالأخضر والحل اللي بالأحمر أربعة هولند هولند يعني هولندي is very flat طيب مفتاح الحل هو رائد بايسيكل بايسيكل يعني يركب البيسيكل ركوب البيسيكل ركوب دراجة بايسيكل يعني دراجة رائد قبل شوية يخذناها يركب يركب الحصان حسن قبل شوية يخذناها يركب الحصان إذن رائد بايسيكل ركوب الدراجة إذا آني إذا آني أركب الدراجة يعني معناها هاي يلقاع شبيه flat من بسطة إذن من إشم كلمة رائد بايسيكل أقول لأياب flight من بسط يعني عدل يعني هسن أنت تقدر تركب الدراجة وإنت تصعد للمناطق مرتفعة ونازلة رائحة جاية ما تقدر ما تقدر لأن المنطقة مو عدلة إذا كانت على المنطقة من بسط عدلة لأ تقدر خمسة فتبول يعني كرة القدم هاي ما يحتاج منشوف كلمة فتبول يعني أعلى شي نجو فتبول أقلة يعني توب أقوة شي ستة الآن عندك كلمة اللي هي إحنا أخذناها قبل شوية اللي هي الصقور فولكنز أو السقارين اللي هم الأشخاص اللي يصيدون السقور يعني الأشخاص اللي يصيدون السقور يعني اللي يصيد السقور طيب إذا أنا منشوف كلمة سقور أو سقار يعني شخص اللي يصيد السقور هذا منين يصيد السقور يعيش بالغابة سقور يعيش بالصحاري بالمناطق الجبلية إذن طبعا هو قال دزل من افتاح الحل هو السقور أو السقار المثنة أنا ما العلاقة بكلمة المثنة من أشوف كلمة فاليكانرس اللي هم السقارين أو اللي هم يشتغلون بالسقر اللي هم يصيدون السقر هذولة يعني في الصحراء إذن سقر صحراء سبعة كلمة يعني يخافوا من هالكلمة تجيك مع بعض ركز يمي زيان هالكلمة كلش كلش مهمة ولازم تحفظها عندك كلمة afraid of afraid of يعني معناها يخاف ومن afraid of يعني يخاف من هاي جاية مع بعضها وعندك كلمة ثانية اللي هي interested in وعندك هاي كلمة ثانية اللي هي interested in هذن يجول مع بعض لازم تحفظ ليهم afraid of وinterested in الثانية اجعل كلمة off شونا عرفت راح اختار هنا مش ريبت afraid كلمة afraid شبيهة تجوية من تجوية off وانت رست تجوية الان ركزوا لي عليها يلا يا عبا واخر شي عندنا هذا التمرين ايضا مهم في هذا اليونت عندك طبعا يعني تدريب هذا مهم او يعني مثال مهم هو هذا true force بس يجيك كتعاريف يعني عادي يعني مثلا هنا عندك المفترس هو الحيوان الذي يقتل ويأكل الحيوانات الاخرى يعني ممكن يجيك فراغات صح وخطأ اختيارات حتى ممكن يجيك قطع الكتاب يقول لك يا با مثلا المفترس هو الحيوان الذي يقتل ويأكل الحيوانات الاخرى is animal that kills and eat other animal طيب حتى سهل الكيوه احنا قبل شوية ممكن بيرد شوف هالكلمة بري هالكلمة هاي معناها مفترس بيرد بري يعني مفترس فهمها ما اخذينها من عده هالكلمة ما اخذينها من كلمة مفترس يعني بري بري تردتر 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 يعني مفترس عندك الضبي طبعا الضبي هو ابن الغزالة على ما اعتقد يعني الله اعلم يعني هاي التسميات يعني احفظها مننا وانساها مننا فانت لازم تعرف لي مني يقول لك كلمة is the word of the young animal مباشرة تقول فون 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 يعني مثل كلمة short فون طيب ضبي مني شوف كلمة the word of the young animal وهو كائن صغير من الحيوانات تقول له يابا وهو الفون طيب lighting is a bright flashes of electricity in the sky البرق وهو وامضات من الكهرباء في السماء طبعا يعني كلش مهم هذا التمرين صراحة هو جاي من عنده وزاري وجاي صح وخطأ ايضا من عنده فاردك تركز لي تركز لي عليه كلش هو هذا ايضا موجود عن قطعة وهي القطعة كلش مهم انت هم تحفظها كما يعني صح وخطأ وايضا تحفظ لي يعني ممكن يخربطك به وممكن نجيب لك بالتعارف ممكن نجيب لك بالتعارف كلمة the deer the deer اللي هو الغزال الغزال الشبي is found to remain a grass field in the first to give a prayer اذا الغزال هو دائما اللي يعني يلقى مكان حتى حتى تولد الغزالة دائما تجد حق العشبي تلقى حق العشبي حتى شبيه حتى تولد حتى تخلق حتى تجيب اذا هنا اولوية الغزال يعني اهم شي عند الغزال ان يجيب ابنه حتى لو كانت حتى لو كانت حروب اهم شي عند تجيب ابنه وراح نشوف القصة يعني الغزال الشبي focus يركز on giving birth of new life الغزال دائما يركز على انه لازم يجيب يعني يعني حياة جديدة يعني لازم يعني يركز على حياته بحيف انه حتى لو وجهت الظروف لازم يعبر هاي الظروف ولازم يتخط ها هاي التمرين الاخير شوي هو يعني بيه صعوبة بس اريدك تحفظ لي وانت تاخذ مفتاح الحل طبعا انا مترجم الكي هنا قدامك وانت تقدر تاخذ مفتاح الحل يعني كل وحدة طبعا تاخذ لها مفتاح الحل تسهل عليك يعني كلمة يعني lightening pride of flashes of electricity منشوف كلمة electricity in the sky قبل هاي اختار تو منشوف هنا كلمة is the word of the young animal منشوف كلمة young animal قول لي هذا صح اللي هو الفون يعني لازم تحفظ لها النقاط كلها انا ليش ما اقول لازم تقرأ صح وخطأ لأن ممكن يجي فراغ ممكن كتعاريف يعني وهذا اجا تعاريف يعني اجا بالوزالة من عند التعاريف فهذا السؤال مهم ركز لعلي تحفظ لها كتعاريف اظل اكتب بي اظل عيد بي الى ان ينطبع مثل اسم طلابي الابطال طلابي الابطال اريدك تركز على المادة زيان اريدك تفرح ابوك تفرح امك اخوانك اهلك بهذا النجاح يعني لا تظل تريد كل شي جاهز قدامك تعب حالك شوية وانا قاعد افسخ لك اهلك المادة تفسخ شوية اريدك تحفظ زين عيني شد حيلك يا اخوان شد حيلك ترى ما اظلك وقت شد حيلك يا ابطال ونشوفكم افضل واشتر طلاب اي سؤال ما تعرفه تواصلوا ويايا وانا ان شاء الله اجاب